للحديث عن عملية سيل الجارف وما حققته إلى حد الآن معنا في السوديو العميد خالد النسي المحلل العسكري سيدة عميد مساء الخير أهلا بك معنا نجحت إذن عملية سيل الجارف في دحر القاعدة في تلك المناطق وفي أبيان تحديدا أين نجحت بالتحديد وماذا بالنسبة لفلول القاعدة إلى أين تم دحرهم بالنظر إلى التطورات على الأرض طبعا بالنسبة للعملية السيل الجارف أنا أعتبرها مرحلة هي تعتبر مرحلة أو امتداد للعملية التي سبقتها مثلا عملية الفيصل في حضر موت وعملية السيف القاطع في شبوة في الأخير هذه العملية موجهة لعدو واحد وهو مثلا الجماعة الإرهابية مثلا بالقاعدة وأيضا تحظى بدعمه من دول التحالف وخاصة الإمارات العاملة في إطار التحالف قائدة السعودية فحققت نصر في بداية في منتصف فبراير في حضر موت وبالتحديد في هود المسيني ثم انتغلت هذه الجماعات أولها تواقد أصلا في الصعيد في شبوة قامت أيضا عملية في محافظة شبوة واليوم التابعة مثلا عملية السيف القارف التي قامت في المحفظ لأن المحفظ هذه منطقها يعني قبلها مشتركة ما بين شبوة والبيضة وأبيض فكل الجماعة الإرهابية عندما تم ضيق الخناق عليها في شبوة وحضر موت انتغلت إلى هذه المناطق مناطق جبلية تستطيع تسلل بالضبط يعني تمتصل وتعيد ترتيب أنفسها وتعيد بالكره من عملية أخرى يعني في هذا المناطق فإنت مثلا إذا ضيقت عليه الخناق في منطقة وتركت لفرصة أن تعيد نفسها وتعيد ترتيب أوراغها في منطقة أخرى فهي سوف تعيد وتعتبر العملية لا شيء فهنا أعتبرها أن عملية السيل القارف هي أمتداد وهي يعني تعتبر استكمالة لما تم من سرق فهي تعتبر حقا ما بعدها يعني إلى أين تم ضح المقاتلية القاعدة؟ طبعا نحن بالنسبة لهذه المناطق هي القاعدة موجود فيها مش من الآن من بداية التسعينات وهي موجود في هذا المناطق كان يتم التعامل بجزئيات بسيطة في التعامل مع هذا الملف في بعض المناطق فيتركوا لهم الحرية أنهم ينتغلوا ويعودوا لكن لأول مرة نشاهد أنه يتم ملاحقة هذه الجماعات إلى أوكارها إلى مناطق قبلية شاهقة يعني فتم الوصول لهذه نأكل لكم أنه بالنسبة بعد العملية هذه أنه تعتبر أبيان هي الآن تقريبا يمكن إلى 9% تتحرك من هذه الجماعات لكن انتغلت هذه الجماعات إلى مناطق قبلية باتقاه البيضة باتقاه مأرب فهيجب أنه من أقل أن نغضي على هذا الملف نهائيا يجب أنه الاستمرار في متابعة هذه الجماعات أينما وقدت بتنسيغ مع هذه المقاومة في هذه المناطق لكن بالنسبة لأبيان وشبه وحضرمه تعتبر هذه العمليات حققت أهدافها ونجحتها تقريبا إلى 9% طيب المناطق التي الآن تم تحريرها في أبيان من القاعدة وضع الأمني الآن وأيضا نعلم بأن الخلايا النائمة أو الفلول يمكن أن تتسارب يمكن أن تسبب نوع من الزعزعة الأمنية ما الذي يتطلبه الوضع الأمني حاليا في تلك المناطق طبعا هنا مشاهدنا أن أقول أنه الموضوع شايك وقدم ليس بالسهل أنك تسيطر عليه أو تنهيب مباشرة لكننا مثلا عندنا العملي هذه عندما وصلت إلى وداء ودي حمارة بالذات وقدت كميات كبيرة من الإسلحة والألقام والأبوات والمداب حتى توصل إلى مدفعية إذن هذه الجماعات كانت تعد نفسها العملية الرهابية على شكل كبير صح تم الغضاء على هذه الجماعات مثلا على خطوطها الكبيرة لكن أيضا ما زالت ما تفضلت أنه ما زالت هناك جماعات ما زالت هناك جيوب في بعض المناطق لكن ربما يتقوم ببعض العملية الانتقامية بعض العملية التفجيرة أو الانتحارين لكن كخطر مثلا كبير أو كخطر يعتبر استراتيجي لم يعد قايم لكن الخلاهية ما زالت موجودة من أجلكم صادقين ولكن تم تضييق الخنق عليها تم حتى الدعم المادي والأسلحة التي كانت تتلقاها هذه الجماعات لم يعد موجودة لكن حقيقة ما زالت موجودة نستغل أيضا وجودك معنا سيدة العميد للحديث عن تطور العملية العسكرية على الأرض فيما يخص عمليات ضد الميليشيات الانقلابية مع كل تقدم الذي أحرز إلى حد الآن إلا أن العمليات لا تزال على الأرض ولا تزال هناك مناطق لا تزال الميليشيات مسيطرة عليها لا تزال قوات تحاول السيطرة عليها ما قراءتكم لما يجعل الأرض إلى حد الآن بالنسبة لبعض الجبهات نتابع أنه في خلال الفترة الأخيرة التقريب حققت بعض النجاحات فيه تفاعل وفيه إيجابة لكن في بعض الجبهات أنا وقع كلامي للتحالف بدرجة أساسية لأنه في بعض الجبهات منذ شهور تقريبا أو أكثر من سنة وهي جامدة وتحظى بدعم غير عادي منه من التحالف مثلا الجبهات نهمة هذه تقريبا أكثر من 50 ألف تقريبا مغاتل في هذه الجبهة ويحضوا بدعم لا محدود من دول التحالف لكن ربما طبيعة الأرض غير ملائمة لم تحقق شيء مغاناة ببعض الجبهات في لماذا لم يستعين بهذه القوات يعني إذا كان هذا الأرض غير صالح مثلا المقوم والتحالف لماذا لم يستعين بهذه القوات الذي تحظى بيوميا بدعم يعني مطلق من التحالف لماذا لم يتم نقل هذه القوات إلى جبهات أخرى بالإمكان أنها تحقق يعني نصر ومكاسب على الأرض مثلا باتقاه الجوب باتقاه البيضة لكن بشكل عاما نعتبر أنه يعني معركة الساحة الغربي نوعا ما حققت مكاسب المعركة التي دائرة الآن وحاليا تقريبا في راسة في صعدة إنها حققت مكاسب في بعض البيضة تقدمت والآن في جمود لكن في كثير من الجبهات تحظى بدعم لكن لا حد الآن نقدر الإمكانيات ونقدر التضحية ونقدر القتل والقرحة لكن في جمود نوعا ما غير غير كبير في بعض المناطق تجدون بأنه يجب أنه يكون هناك تحرك معين لا أكيد طيب المناطق هذه المناطق ما هي يعني بالنظر إلى كل ما يقدمه قوات التحالف للقوات الداعمة لقوات الشرعية على الأرض لا في بعض المناطق طبعا التحالف هو يدعم كل الجبهات بدون استثناء بدون استثناء كل الجبهات تحظى بدعم للتحالف لكن أيضا في بعض الجبهات فيها جمود يعني غير مبررة أنا مثلا كعسكر وانا كنت جاء من مقاومة ويعني إلى تقريبا أكثر 20 سنة وأنا في صناعة وأعرف طبيعة الأرض الذي يقول مثلا أنه هناك عدم تقدم نتيجة أنه مثلا الحوثي هو العيق الوحيل لا أنا أقول لكم الكلام هذا وأنا مسؤول عن الكلام هذا أنه الكلام هذا غير صحيح وأنه بالإمكان إذا في ترتيب صعب وتنسيق مطلق أنه بالإمكان نوصل إلى أكثر من كذا ونحن كأسكرين مسؤول عن الكلام هذا لكن هناك ربما أخذ بعالي اعتبار وضع المدنيين أيضا أكيد وضع مدنيين فلذلك هذا ما يعرق ربما بالسيط في اعتبارات أخرى مثلا طبيعة الأرض الجغرافية ربما تقدم لها لكن بالإمكان أنه أنا أنقل هذه القوات التي تحظى بدعا منذ شهور وسنوات أنقلها في جباة أخرى والأرض تساعدنا لتحقق مكاسب كبيرة يعني فالجمود هذا طالما لم يتحقق هنا ربما يتحقق في منطقة أخرى أشكرك جزيلا على هذه المعلومات وعلى قدومك للستوديو العام يدخل دنسي المحل العسكري شكرا جزيلا لك